السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة مقاوس فكنت مني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله هنشارك معكم واحد طبق بسيط جدا جدا وكيجي بنين ولا اروع نقدموه هكذا كطبق رئيسي للغضاء او في المعساء هدو الاطباق هدو اللي كيعجبون الوليدات وكيعجبون اكيد حتى احنا في فصل هكذا الصيف اطباق كتكون سهلة سريعة وكتكون بنينة بزاف كاملة مكمولة كتحتوي على واحد المجموعة للعناصر اللي كيحتاجة لجسم دينا فكنت مني ان شاء الله تجربوا الوصفة اليوم وتنال اعجاب ديلكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم ومشاركة الفيديو باش تجعوني ودعموني اكتر فهنا كيف كتشوفوا عندي غادي نحتاج الواحد جوش حباس البطاط لسليكونوا اكبارين هكذا شوية قشرتم ووصلتم وقطعتم شرائح رقيقة لانني غادي ندخلهم للفرن اذا كنتو غادي تسلقوهم تماء فغا تقطعهم شوية غلاطين وغا تسلقوهم نصف سلقة او نصف طياب تعملو لهم شوية الملح والفلفول الاسود اذا بغيتو تدخلهم الفرن فكتاخدو واحد المول هكذا ديالساج او واحد الصينية اللي كتناسبكم كندهنا شوية بالزيت زيت نباتية والبطاطيس كيف قولكم ضروري تكون شرائح رقيقة هكذا باش ما كتاخدش منكم واحد الواقص طويل في الفرن وكتطيب بسرعة فكن نستف هكذا قطاع البطاطيس في هاد الشكل هادا الصينية او هكذا في قاع المل وكن عاود واحد الطبقة اخرى واناك كنغطي هاد ثقوب او قاع المل مهم ما خسني شي يبلي بحالي كان نشكل واحد القاعدة في هادا الاناء هادا فغنستمر هكذا حتى غنسري قطاع البطاطيس اللي عندي كاملة وغادي نتبلها صراحة كنقسني نتبل البطاطيس ديالي وهي باقي ما استفتاشي نتبلها بشوية دي الملح والفلفل الاسود فقط اذا بغيتوا تمظفوا اي نعد التوابل فممكن ولكن انا كيف عتدتوا ليا دائما هاد النعد الاطباق هادو كنفضل انني نتبلهم غيب الفلفل الاسود صافي ومليحة ومن بعد كنغطي المل ديالي بوحد بوحد بوبيا الومينيوم ضروري عاد كندخلو الفرن باش كيطيب طيب لي البطاطيس بسرعة بوحد في واحد الوقت اللي هو اقصير غادي ندخل المل للفرن على درجة حرارة ميتين او ميتين وعشرين في الواسط غا تاخد مني هاد البطاطيس بالضبط سبعة حتى لثمانية دقايق بالضبط او ممكن حتى لعشرة دقايق مشي مشكل ومن بعد غن خارج وهنا غادي نمشي نطيب الخوضر فغادي نحتاج لواحد الحباد الجزار محكوكة واحد الحباد البصلة او البصلة عفوين واحد الحباد البصل هكذا مقطعة صغيرة واحد الحباد الفلفول الاحمر شوية او تقريبا هنا عندي ثلتمائة قرام تصدر الدجاج مقطعة صغير غنضيف عليهم واحد ثلاثة معلق معلق طعام زيت زيتون او زيت نباتية وغادي نحتاج شوية الملح الفلفول الاسود فلفول احمر شوية الصحتر وملعقة صغيرة ده مركز تماثم سوفي هاد الشي اللي غادي نحتاجه ولكن غادي نخليهم احتم بعد شوية ففوق النار مهيلا كيف شفته غادي نشحر هاد الخضر اللي عندي مع الزيت ممكن تضيفوا اي نوع دلخضر بغيت وتعطيوها نولادكم فكتضيفوها في هاد الطبق هادا لانها ما كتبانشي لما تقضيالو وحتى القوام ديالا ما كيبانشي فممكن تضيفو اي نوع دلخضر بغيتو ماشي بالضرورة لتزمو بهادو اللي عملت انا فغاستمر هاكده كنشحر هاد الخضر مع بعض ديتهم من بعد قدي نضيف عليهم توابل اللي شفتون اللي هما الملح الفلفل الاسود الفلفل الاحمر السحتر ومركز وغاستمر هاكده في التحرك وانا كنشحر هادا الخضر هادو حتى كيدخلهم الطياب فما كياخدوش مني واحد الوقت اللي هو طويل كيف كتشوفوهما كيتلقو شوية دلما ديالهم من بعد ما كنحس انهم ساف يدخلهم الطياب فكنتفع ليهم ممكن تضيفو رومي دبقيتو شوية دلما وتغطيوهم وتخليوهم حتى يطيبو على خطرهم البطاطس ديالي هايا من بعد ما طابت بالضبط اخدت لي عشرة دقايق ولكن وهي مغطية بالنسبة لأخوات اللي غايقولوا لي بابي ألومنيوم ماشي صحي ومغسناش نستعملو ممكن ما تستعملوه شي إذا بغيتو وغادي نضيف هادو الخضر فوق البطاطة ديالي هاكده وانا كنوزعة وكطبقة أخيرة غادي نحتاج للسلسة البشاميل وغادي نحتاج للجبن بالنسبة لسلسة البشاميل فممكن تستعملو اي سلسة البشاميل كتفضلو تعملوها فأنا سبقلي تشاركت معاكم كنضنجوج وصفات غادي نخليها منكم التحت في صندوق الوصف هادي السلسة اللي سبقت حضرت معاكم حضرنا بها البيتزا بسلسة البيضاء يعني فيها الجبن والكريمة ممكن تستعملو غير سلسة البشاميل العادية اللي كنحضروها بالزبدة الدقيق والحلب وغادي نضيفها هكده فوق وجه الخضر او الخضر بالنسبة لسلسة البشاميل فالكيمية كتبقى اختيارية تضيفوش حالما بغيتو شوية او بزاف لديك شي لكي ناسبكم انا كنظن غادي نزيد وغادي نتلقاها هكده في الوجهة غادي تغطى الخضر كاملة بهاتي شكل هادا كيف كتشوف ومبعد غادي نضيف الجبن فأنا استعملت الجبن الاحمر فقط لانه هو اللي متواجد عندي ممكن تضيفوه اي جبن متواجد عندكم الموزاريلا او جبن ايمونطال او اي جبن كتفضله كيكون عندكم متواجد كتضيفوه وكندخل المول ديالي للفرن على درجة حرارة ميتين وعشرين مشعل من الفق ومن تحت وكندخله قريب شوية الفقل شوية يعني القريب للأعلى مشي في الوسط ومشي لتحت القريب باش كتدوب معايا سلسط البشاميل مع الجبن وكياخد طبق تيري هاد اللون هادا الجميل كيف كتشوفوه وكيتعلق اكيد غادي نقطع لكم شوية باش تشوفو كيفاش كيجي من الداخل وهذا الشكل ديالو من دخل بالنسبة لهاد الأطباق هادو او هاد لقخاتا بنيتخرجهم من الفرن عمركم ما تقطعوهم ديك الساعة كيكونو بقي أنا صراحة دا بقطعتو يعني هو بقي سخون دائما سنو عليهم واحد على الأقل واحد عشرة دقيقة كيشبرو وفبعطيتم كيتعلقو مزيان اه فانا كنكون مزروبة هاكده كنصور كنقطعو ديك الساعة هادا الشكل ديالو من الداخل كيف كتشوفو كيجي غزال هادا لقخاتا هادا وبنين بزف وكيجي معلك بزف بزف اكيد ولدتنا كيحمقوا على هادا الأطباق هادو بالنسبة لي فانا كنعتبرهم أطباق اللي هما كاملين مكمولين ممكن تضيفو فيهم كل شي اللي بغيتو والأشياء اللي ما كيبغيوه شي ولا تكون ياكلوها فكتعملوها على شكل غطة هكده فالطباق يفقوت لكم كامل مكمول كيحتوي على البروتين للنشاع للفيتامينات كل شي كتشوفو يعني الطباق كامل مكمول فيه لوحوم فيه بطاطس الخضراء اي نوع بغيتوها الباصال وكنعرفوا الفوائد الباصال الجبن يعني الكالسيوم وكيف كتشوفو الطباق ما شاء الله كيجي معلك فعلا كيجيب بنين 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 بزاف فكنتمنى ان شاء الله تجربوه اكيدا انه غدا يعجبكم ويعجب حتى ولدتكم بالطبع وبهد المناسبة كامبغي نشكر الاخوات اللي كي ساقسوا علي دائما فين غبورك او ملو اي فين غبورك صراحة فانا اصبق لي قلتكم بانا الوليدات كيكونوا دا بكالسين فما كنقدرش اناني نصور يوميا او نزل لكم فيديوهات يوميا ولكن هكدا كل ما تحتلي الفرصة كننزل يعني لحسب يومين تلتيام ذاكشي لحسب تم عارف المشاغل الوليدات كنبغي دا بالصيف شوية نعطيوهم وقت اكتر نخرجوهم شوية هكدا يفوجوا ونفوجوا اكيد حتى احنايا رغم انني انا اللي صراحة اللي توحشتكم بزف 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 والله ما تصوروا او شحلوا انا كنتون نسبكم بزف يعني كل ما تحتلي الفرصة كنحاول انني نتقرب لكم وننزلكم هكدا وصفتكم نشكركم بزف بزف على الدعم ديلكم المستمر والكلام طيب الجميل اللي كيفرحني ففعلا والله العظيم كان عشقكم وحدة بوحدة فكنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة اللي ما اودنا الاعجاب ديلكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليها بجام ومشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والاحباب باش كتشجعوني ودعموني اكتر والناس اللي كتزور قناتي الاول مرة اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا معنا بالضغط على الزر الاحمر زر اشترك او ابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد وانا هنا كنقولكم كيف دي ماب صحة والرحة وإلى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة